أعزائي المشاهدين من قناة الحياة رحب بكم مجددا في حلقة من حلقات المجلة اليهودية حلقة اليوم سوف تتحدث عن الشوفار أو بوق النفخ لأنه كثيرا ما نشاهد أحيانا في الصور عندما المواضيع عندما تتحدث عن الشخص اليهودي أو عن مواضيع يهودية بعض الأحيان نلاحظ وجود صورة نجمة داود السوداسية وفي أحيانا أخرى نجد صورة يهودي ينفخ فيه الشوفار في هذه الحلقة سوف نتحدث عن الشوفار ما هو ولماذا يتم النفخ فيه في الحقيقة الشوفار هو قرن كبش يتم النفخ فيه كالبوق في احتفالات رأس السنة العبرية روش هاشنال يتم النفخ فيه يوميا في شارة شهر أيلول إلى نهاية يوم كيبور باستثناء يوم السبت وبالعادة يتم التوبيق بالشوفار صباحا مما يصنع الشوفار يتم صناعة الشوفار بعمل تجويف في قرن حيوان كوشر وذلك بإزالة الجزء الداخلي من القرن أو العظم يسمى مخ العظم وبعد ذلك يتم سبك وتلميع القرن وهو عمل دقيق وبالعادة يتم سخل الشوفار وإعادة تشكيله باستخدام حرارة عالية جدا ويمكن صناعة الشوفار من كل حيوانات الكوشر بعد الثور ولكن الأفضلية هي لكوشر أو لحيوان الكبش لأن الكبش يذكر بزبيعة إسحاق ويذكر بإبراهيم لأن نفخ بالشوفار مرجعية كتابية يرتكز اليهود في هذا التشريء أو النفخ في الشوفار إلى نصوص في الكتاب المقدس فإلهي يشير التوراد موجود في سفر اللاوين في الشهر السابع في أول الشهر يكون لكم عطلة تذكار هتاف البوقي محفلا مقدس وكذلك أشار إلى النفخ في سفر العدد واحد ويوم هتاف بوق وكذلك في العدد تسا وعشرين واحد وحسب الأصل الكتابي فأن الأمر بالنفخ بالبوق يجب أن يكون في هلال الشهر السابع كما يأمر التناخ أو الكتاب المقدس بأن يتم النفخ بالبوق في سنة اليوبيل كما جاء في سفر اللاويين لإصحاق 25 النصوص التي تشير إلى النفخ بالبوق لا تحدد متى وكيفية القيام بهذا التقص ولكن الأدب الحبري وفر شروحات تفصيلية على هذا الموضوع لا سيمة في المشناء في فصل غوش هشناء الجزء الرابع أكثر الأماكن التوبيق ربما يفكر شخص أين يجب أن يقوم الشخص بالتوبيق أو النفخ أشهر الأماكن الشائعة في التوبيق هو طبعا في المعبد أو المجمع اليهودي أو الكنيس يتم ذلك في عيد غوش هشناء ويوم الغفران وعندما يحين وقت النفخ بالشوفار يصعد الشخصان إلى المنصة بمعنى داخل الكنيس أو داخل المجمع يصعد الشخصان إلى المنصة الأول هو شخص نقول أنه الماستر ممكن بالإصطلاح الحديث هو الشخص الذي يشير أو يسمي النفخة والثاني يؤدي النفخة أو الشوفار إذن لدينا عند الحين الوقت شخصان الأول هو يسمي النفخة ويحدد نوع النفخة ويقوم الثاني بالنفخ وهذا يعتبر الماستر أو ضابط الإيقاء وطبعا لا يقل ضابط الإيقاء عن دور النافخ فهو يضبط توقيت النفخ والفواصل بين النفخات وفق القانون اليهودي وفي حال وجود تجمعات يهودية كبيرة ربما يوجد في أحياء في بعض المدن على سبيل المثال نيويورك في مدن كبرى يوجد أحياء كاملة يسكنها يهود عندها يمكن أن يتم النفخ في طرف الشارع أو في الحدائق واليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي الكبيرة والهامة أصبح يتم سماء صوت الشفار في الإنترنت ممكن لو كان شخص يهودي حاب يشترك في سماء صوت الشفار ليس بالضروري أن يذهب إلى الكنيس أو ليس بالضروري أن يكون موجودا في حي يهودي فبإمكاني أن يسمع إلى صوت الشفار ولماذا أحيانا يهتم اليهودي المتدين بسماء صوت الشفار بأتقاد الأحبار العقيدة اليهودية تعتقد أنه يجب على ذكر البالغ الذي يتجوز بمعنى السن 13 أن يستمع إلى صوت الشفار بمعنى من وجهة نظره الأحبار هذه وصية وبالنسبة للنساء يستحب للنساء أيضا أن يقومن بذلك بمعنى يستحب أن تحاول المرأة أن تبذل جهدان لسماء صوت الشفار ولهذا يوصل الأحبار بإحضار الأطفال إلى المجامع أو الكنس لسماء صوت الشفار للشفار قلنا أن يوجد عندما يحين موعد التوبيق بالشفار يخر الشخصان الأول ضابط الإيقاع أو يمكن أن نسميه الميسرو والثاني عازف الشفار أو النافخ فلماذا نحتاج إلى هذان الشخصان؟ لأنه يوجد أشكال مختلفة بالنفخ يعني عندما نستمع جيدا إلى الموسيقى أو إلى النفخ نلاحظ إلى وجود أشكال مختلفة من النفخ يوجد أربع أشكال نفخ مختلفة الأول تسمى نفخة تكيا تكيا هي تكون مرة واحدة وطويلة كأنه يوجد أنزار هذا الأول ثم لدينا نفخة ثانية تسمى شفاريم شفاريم هي سلاسة نفخات متوالية متوسطة الطول ثم النفخة الثالثة تسمى تغوى وهي سمان مرات متقطعة تأتيها آخر وحدة طويلة قليلا والأخيرا هي نفخة طويلة جدا بشكل خاص تنهي كل هذه الحفلة النفخ تسمى تكيا قيدولا بمعنى التكيا الكبيرة النفخ في الشفار قلنا أنه يتم يوميا باستثناء يوم السبت لماذا؟ ليس لأنه لا يجوز أن يستخدم الشخص الموسيقى في يوم السبت ولكن الموضوع خاص بمبدأ بأن يوم السبت لا يجوز حمل ونقل الأشياء فنظر إلى أخذ الشفار ونقله من مكان إلى مكان آخر على أنه القيام بعمل الحمل وهذا الأمر لا يجوز في يوم السبت لهذا لا يتم النفخ في الشفار يوم السبت قالنا أني من الأولوية في صناعة الشفار ويجوز أي حيوان كوشر أن يصنع من قرنه الشفار ولكن يفضل الأحبار بشكل عام أن يكون الأولوي إلى قرن الكبش لماذا اختاروا قرن الكبش؟ قالوا بأن القرن الكبش تم اختياره لأن الله عندما فدى رتب عملية الفداء فكان بكبش فإذا هذا مبدأ يقول بما أن تذكرنا بزبيحة إبراهيم واستعداد إسحاق للتضحية ولهذا قال الأحبار بأن الله خاطب شعب إسرائيل وقال لهم إذا أنتم كنتوا في خطيئة فاهتفوا أمامي بقرن الكبش فأتذكر نيابة عنكم ربت أصحاق ابن إبراهيم فأحسبه لكم كما لو أنتم ربطتم أنفسكم أمامي إذن حسب هذا الرأي الشوفار هو إشارة إلى كبش الوارد في سفر التكوين وهذا هو جزء الذي يقرأ في غوش هاشدان إذن الفكرة اليهودية يقول أنه يتم محاكاة أو تذكر عمل إبراهيم في هذا الاختيار النقطة الأخيرة اللي رح نطرق إلا في هذه الحلقة أن نحن لدينا الآن دلالة روحية عندما يذكر البوق الشوفار يعني يبوق الشخص يستمع اليهود إلى البوق الشوفار ما هي الدلالات التي يمكن أن يصل إليها هذا الشخص؟ أحد العلماء الكبار السعيد ابن يوسف الفيومي والشير باسم سعدايا قال بإني إنه دلالات كثيرة بإني عندما يتم التوبيق فمن دلالات الروحية التي ذكر عشرات الأشياء قال فإني يمغوش عشانا يتم تجويج الله ملكا على العالم فإذا هذا الشوفار كان إعلان أن الله هو ملك العالم تذكير الشعب اليهودي بهاد سيناء تذكير بكلمات هد سيناء فضلا على أن التذكير الشوفار يذكر بالحساب أنه ممكن أن يكون الحساب الشخص قريب لماذا؟ لأنه يوجد نص كتاب يقول قريب يوم الرب العظيمي قريب وصريع يوم الرب فوتسكير بقيامة الأومات هذا أيضا الشوفار يمكن أن يذكر في قيمة الأومات إذن الشوفار من وجهة نظر الفكر اليهودي هو أعلان أن الله ملك العالم وأن الشوفار يذكر المؤمن بأبعاد مختلفة أن الخلاص الذي أعمله الله من خلال إبراهيم حلقة اليوم انتهت وهيكي يكون صلقتنا الضوء على ممارسة تقصية يقوم بها اليهود نحن أحيانا يمكن يكون نشوفها إذا كنا في بعض الأمكنة وأحيانا نسمع عنا بتلفزيون أو في وسائل التواصل الاجتماعي وأحيانا نقرأ عنا وحلقة اليوم انتهت وإلى اللقاء في الحلقة القادمة شكرا جزيلا على حصل المتابعة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة